السلام عليكم اخوتي وشاركو ملابس بخير كما اشتو العنوان جبنا لكم هامرز نيوز تحكي وهذا الامور يعني على ديفيد مويس احنا كما هادروا هاد الموضوع يقول لك باللي انه انت وشغل راك تطبل على سعيد برحمة رغم اني ما هادرت ما والو قلت ما راهو شي تيري ما عندي ما طبلش مهدرش قاعل على كما قولوا الاداء تاعه اليوم حتى راني انتاقدوا الصم بيتي هاد اليوم وقلت انا ما نحصاش فيه مويس لعني الامر بيدك انت يا ساعد برحمة واحد قال لي راك تطبل واحد قال لي راك تزيد عليها على ساعد برحمة ما كان والو ساعد برحمة بون ارواح تشوف واس هامرز نيوز هامرز نيوز هامرز نيوز كما مطارق راك تشوفو مخصطة بتاع المطارق تعرف خير مني وخير منكم والهدرة اللي راح تقولها دقة والهدرة اللي راح تقولها في اخر راك زولي على الاخر كي تقول لك تقول لك ساعد برحمة ممكن يرحلها هذا الصيف هذا راك زولي تحكي واحد الكلام منطيقي وكلام رائع جدا 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 الكلام هذا المدرب اللي جابه مويسيك راك ساعد برحمة ارواح تسمع واش تقول لك ديجا العنوان العنوان تاحها يا خوتي هاي اللي كي مارا كنتشوفو اللي هنا نحكو نقرأ لكم وندخلو في الموضوع هل يوتيبت قانون ساعد برحمة يعني الترجمة يعني هل يوتيبت يعني انه على صح بالنرحمة ان ديفيد مويس لديه اجيندا يعني عنده حسيفة مع ساعد برحمة اجيندا عنده اجوندا مع ساعد برحمة يعني تقريبا احنا نقول له لحسيفة ام انه ليس جيدا او ساعد برحمة ليس جيدا اروح ادخل في الموضوع هذا شوفو خوتي تقول لك وقدم ساعد برحمة اداء مروعا اخر ليويست هام اليوم وابعده ديفيد مويس بعد 72 دقيقة ووصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامل الى سطاد لندن على سبيل اعارة من برانتفورد في تطا طاماني انتهى به الامر اللي انضمام الى سبقة دائمة بقيمة 25 مليون جنيه استليني كانت اعارة بالزامية شيرة يعني خلاص يعني هي اعارة بصحة تباع السيف الجيد خلصونا وخلاص استليني في يناير بعد ان انضى الاشهر تتطامتها منيش قال لك على الرغم من اللمحات الغريبة للسحر الموسم الماضي خيب امل بالرحمة بشكل عام خيب امل بالرحمة بشكل عام قال لك كان عنده لامسات هكذا سحرية ولكن في الاخرى يعني معاويستان خيب الله وعلى الرغم من بدايته الرائعة في موسم 2021 2022 بدأ بداية رائعة جدا الى ان مستواه تراجع مرة اخرى من على منحدر خدع بالرحمة للاضطهاد مرات اكتر من اي لاعب اخر في الدور الانجليزي الممتاز يعني خرجوا عدة مرات اخرج موس لاعب برينتفورد السابق من الملعب 18 مرات وكما ركوا تشوفوا قال لك اكتر من اي لاعب في الدور الانجليزي كامل وراه دائرها هذا يا الصفحة امو والتاقاء نقلوا عليه يقول لك سعيد بالرحمة غيرك يما قلوا 18 مرة اكتر في هذا الموسم اكتر من اي لاعب the most for any player in the league i feel for him يعني قال لك اكتر من اي لاعب وحده اخر شوفوا وش يقول لك رح تدخل لك في الموضوع فصل بالموضوع فتقول لك هل لدى ديفيد مويس اجندا سعيد بالرحمة ام ان الجناح ليس جيدا بما فيه الكفاية ربما يكون قليلا من قليلا من كليهما في زوج يعني ساب يعني ساب يعني واسمه مويس من حب سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة موارش يقدم في هذا بدأ مويس جدول اعماله ضد بيني بيني هو سعيد بالرحمة ضد اسمع مليح وش يقول بدأ مويس جدول اعماله ضد بيني بشكل او باخر بمجرد وصوله الى استاد لندن من بناندفورت قال لك بدأ ضده يعني بدأ للعامل ضد سعيد بالرحمة قال لك بدأ اللاعب البالغ من العمر 26 عام اول مباراة له مع الهامس ضد ليس في سبتمبر 2020 لقد كان قويا تماما في تلك المباراة اللاعب الجزائري الدولي كان يظهر باستمرار للكرة وانتج العديد من القطع السحرية لعب بالرحمة دورا حارا الى حد ما وانطلق من الجهة اليسرى من الجهة اليسرى ركزوا لي للمركز رقم 10 بل ولاعب بشكل اعمق في بعض الاحيان من اجل التقاط الكورة ركزوا مليح وش اللهم يقولوا زيد اسمعوا قال لك وراهي قال لك واسمه ديفيد مويس واسمه ديفيد مسلطا المباراة هنا يقول لك ديفيد مويس رأي مخلطة الترجمة يقول لك ديفيد مويس ينتقد بانتظام سعيد بالرحمة بعد المباراة مسلطا الضوء على ضعف اتخاذ القرار واحتفاظه يعني بالكورة قال لك يبدو ان خائف من التخلي عن الكورة في كل مرة يستحود فيها على الكورة لان كي ضيحات ديفيد مويس يعيط له يشدها ديفيد مويس يعيط عليه هذا هو اسوأ شيء على الاطلاق بالنسبة لصانع العاب زئباقي من متوقع ان يحدث الاشياء كثيرة يعني قال لك كانت اجندة تسمعه كانت اجندة مويس ضد المهاجم المخادع حاضرة على الاطلاق يعني عنده حسيفة مع سعيد بالرحمة دك يقول لك في رأيه هو يقول لك في رأيه هذا صاحب الكتابة هذه تعويصها كان بالرحمة احد توقيع صوليفان صوليفان هو لرئيس النادي صوليفان هو رئيس النادي قال لك احد توقيع صوليفان يعني رئيس النادي هو اللي يجابه لم يعجب مويس ذلك ولم تكن معاملته للجزائري عادي لا مويس كان ضد السفقات تع سعيد بالرحمة ويست هام نيوس المختصة في اخبار ويست ما رأي تقولها وكان يقول لها هنا يقولوا انا قلتها قبل ما تقولها هذه صافي لون طوانا جبت هذه الخبارات من المناصرين توحم كان يهضروا في هذا الموضع في حتساطة عاد وهضرت عليها وضخها راهي خرجت شوفوا ببساطة يقول لك بالرحمة ببساطة على الجانب الآخر يحتاج الكثير ينبغي أن يلعبه من مؤخرة العنق يعني من الجيال من اللخ إذا لم يسمح له ديفيد مويس بإنتاج سحره فهناك الكثير مما يمكنه فعله قال لك يعني هنا يا مويس أحب يقصد لك باللي مويس هو اللي ما راهوش يخليه سعيد بالرحمة يلعب اللعب التاعه هذا اللي رأينا نقوله ربما أسمعهم له ربما يحتاج اللعب البالغ من العمر 26 عامل إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن اللعب أنا عبد هادي وقلتها قلت لكم أنا ما يهمنيش مويس يهمني سعيد بالرحمة وقلتها له في الفيديو اللي فاتو قلتها له في الفيديو تعليوما ادخل دير اللعب التاعك مويس يقول لك ما تتيريش تيري الله يسهل عليه الله يسهل عليه انت تتيري ما يخرجك ما تتيريش يخرجك غيه هي هي تيري وخلاص خير من اللي ترجعني جاجان نلعب أنا يستردوك ودبحني هادي هي لان خلاص سعيد بالرحمة لازم يروع مع مدرب ما يحبكش وكان ضد الصفقة تاعك ما بقاش عشرة ما بقاش دغل سمعوش ومسكين كي تيري خرجهم مويس هذه واللعب بشكل عام بقوة اكبر وعزيمة اكبر واذا لم يؤتي ثماره فسوف يسحبه مويس على اي حال يعني رح يحطه في الدكة ولا يحطه في الدكة مويس وبالرحمة بالتأكيد ليس مباراة صنعت في الجنة ولن يكون من المستغرب النار الجزائري ينتقل الى مكان اخر في الصيف انه بلا شك سوف يظاهر اسم عملاء وهذه هي اللي قلتها له واش قلت اليوم قلت له ساعد بالرحمة رقم على المدرب هادا اعطيها ارفت كابتك يالو كان اعارة ولتم بيين القدرة تتاك لان عرف القدرة تتاك تروح مع المدرب اللي يعطيك حرية وتلعب اللعب تتاك ويس طهما دي ما تخرجش عليك طرق تلعب تعمويس ما تخرجش عليك يمارك وغير بالكورة التابيتة والركنيات وانت اللعب بتاعك اللعب بتاع التراوغ ولعب بتاع ليفر بول تاع لعب هجومي تاع الناس اللي تمارك يمشي يقالدي يسلنك وراء التابيتة الركنية ويجي صوت شاك طويل هادا 6 مترات ويعطيها بدماغ لداخل هادا هو اللعب تعويس شوفوا قال لك في الصيف انه بلا شك سوف يظهر تحت قيادة مدير يركز على الحرية والابداع اكتر من الركض والمسؤولية الدفاعية قال لك يعني ساعد بالرحمة اذا كمل بهذا الطريق انا عمويس اكيد رح يروح الصيف هذا قال لك واذا رح اكيد رح يظهر مدرب اللي يعطيه له الحرية ومدرب اللي يحب كما قولوا الفنيات الابداعية الحرية الابداعية اكتر من الركض والمسؤولية الركض جري مننا وجري مننا اللي عفتا موس جري مننا وجري مننا ودافع عائلك الركض والمسؤولية الدفاعية اركض ودافع موس الهو دائر اجري دافع اجيب القرى ومدها لصحابك هذا وقال لك ساعد بالرحمة ساحر ساعد بالرحمة مبدع يلي قلو مدرب هادي هي اللي قلتها قلت لك من اللي بدأ هو ينتقد فيه في المؤتمرات الصحفية باين باين ورام قال لك قال لك كان ضد الصدقات تع ساعد بالرحمة هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ماشي أن الإيراني نقول صفحة ويستهام قلتها أنا قبل والناس مع لباليش ما ستقول إش كان يقول تزيد عليها وتحب كما نقول مع لباليش وهي لك صفحة ويستهام اللي تعرف خير مني وخير منك داخل أعماق ويستهام نيوز هذا خوتي ما نطوش عليكم نقول لكم ليلة سعيدة ونتلاقاه غدوة في المباراة إن شاء الله بالليل يكون أساسي ما نطوش عليكم وقلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام